موسيقى دائما يبحث الإنسان عن طرق تسهل له المهام وتقلل الوقت والجهد ومن هذه الاختراعات شبكة الانترنت والتي جعلت كل شيء فقط بضغطة زر فالآن كلنا نستخدم الانترنت كباراً أو صغاراً أو بالأصح لا يمكننا الاستغناء عنه لكن هل سألت نفسك كيف نشأ الانترنت؟ كيف تطور ووصل إلى هذه الدرجة من الانتشار؟ مصطلحات ومعلومات كثيرة متعلقة بالانترنت لا نعرفها سنتعرف عليها سوياً في عام 1969 أنشأت وكالة الأبحاث والمشاريع المتقدمة الأمريكية أول شبكة تجريبية وكانت هذه الشبكة تربط أربع مواقع في الولايات المتحدة باسم أربانيت وكانت تهدف أيضاً إلى تبادل المعلومات العسكرية أو المعلومات العلمية وكانت فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 تم أول عرض عام لشبكة أربانيت وكان ذلك في مؤتمر العاصمة واشنطن بعنوان العالم يريد أن يتصف في العام نفسه اخترع راي توم لينز البريد الإلكتروني وأرسل أول رسالة عبر أربانيت في عام 1980 قامت المؤسسة القومية للعلوم National Science Foundation بالتمويل المادي كمساهمة منها في تطوير قطاع البحث العلمي فمولت لبعض المشروعات الخاصة ببرمجيات التراسل وبذلك كانت العامود الفقري للإنترنت في عام 1984 أخذت مؤسسة العلوم الأمريكية NSF على عاتقها مسؤولية أربانيت وتم تقديم نظام إعطاء أسماء لأجهزة الكمبيوتر الموصولة بالشبكة والتي سميت BDNS في عام 1992 قامت مؤسسة الأبحاث الفيزيائية العالمية CERN في سويسرا بتقديم شفرة النص وترابط Hypertext وهو المبدأ البرمجي الذي أدى إلى تطور الشبكة العالمية World Wide Web عام 1993 ابتدأ الإبحار من خلال إصدار أول برنامج مستعرض للشبكة وهو موازيك ثم تبعه آخر نيتسكيب ومايكروسوف وهذا كله كان في عام 1993 وفي عام 1995 أخيراً اتصل بشبكة الإنترنت 50 ألف شبكة وملايين من الأجهزة الخادمة والتي كان عددها 6 ملايين جهاز خادم وأيضاً أطلقت إحدى الشركات المتخصصة برنامج بحث الشبكة العالمية وبذلك انتشر الإنترنت وتطور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة